يصدر بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام بسبب جائحة كفل 19 بدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022 والعودة الكاملة للدراسة حضوريا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نعم المقررات النظرية والتطبيقية التي سيتم تدريسها حضوريا في القاعات الدراسية لن يزيد عادة الطالب المسجلين فيها على 30 طالبا مع مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية بعد انقطاع دام أكثر من سنة ونصف بسبب جائحة كورونا عادت الدراسة الكاملة حضوريا في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نرحب في أخواننا وأبنائنا الطلبة والطالبات وأيضا زملائنا من عضاء التدريس والتدريب والإداريين إلى اليوم ساعدنا بتواجدهم وعودتهم بعد الفترة الطويلة من الانقطاع بفضل من الله من الصباح الباكر كانوا موظفين الأمن وسلامة متوزعين على أغلب الكليات والمعاهد وتواجدنا بين سواء المراجعين أو الطلبة ونبشر الجميع الحمد لله اللهم لك الحمد وشكر الناس ملتزمة بالإجراءات كان فيه طبعا بعض الأجراءات مثل التأكد من التطعيم اللي ممطة عم يكون بسيار أجهزة كشف الحرارة الكل الحمد لله ملتزم فيه موضوع التباعد والكمامات وأنا أشجد سراحة فيه الروح الطيبة بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022 تأتي وفق تطبيق الإشتراطات الصحية التي قررتها السلطات الصحية في البلاد فيه قرار صدر للمدير العام منظم للأمر فوق الثلاثين رح يكون أونلاين أقل من الثلاثين أو وقت الاختبارات أو المختبرات رح يكون فيه دوام حضوري طبعا الحسبة هذه جدا مناسبة فضل من الله نحن نشوف أنه ما فيه ازدحام مع وجود الوعي مثل من تعرف طلبتنا وطالباتنا الحمد لله في سن يعني يخليهم اعتمدون على أنفسهم تجاوب طيب تعاون طيب مع إدارات الكليات والمعاهد ومع إدارات الأمن والسلامة يعني احنا متفائلين جدا والأمر إن شاء الله مبشر بخير اليوم الأول شهد آلية تنظيم وترتيب أعدتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسط التزام الطلبة والطالبات باتباع الإجراءات الاحترازية والصحية نوى الشراكي تبزن دولة الكويت